اشتعادت ايضا عن الاهداف المسطرة مع الفاف وعن الضغوطات في عالم كرة القدم تابعوا الى القادم اشتعادت ايضا عن الانتقادات انا لا احبذ الضغط السلبي وساقف في وجه من يتعامل به انا معتد على تعاملي مع ضغوطات وسبق لي العمل تحت ضغط رهيب في الكالتشو الضغط في ايطاليا الضغط في سويسرا والضغط في الجزائر سؤال انا هو الضغط الاكبر عامل والله اشوف صعب ان تختاري انه الضغط في الجزائر لا لانه في الجزائر في بعض الاحيان الضغط يكون غير مفهوم السبب مثلا اليوم المدرب جاء جديدا تفاجأ بانه هناك انتقادات ضده رغم انه لم يبدأ مهمته بعد وكانت العديد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة هذا المدرب بكلمة ارحل بالاحمر حتى قبل ان يأتي الى التراب الوطني ذلك هذه ضغوطات محمد ليست ضغوطات امين هذه بالنسبة لي خزعبلات خرافات نعم ولكن اي خانة تريد ليست في خانة الضغوطات واحد ينتقد مدرب قبل ان يبدأ عمله قلت يمكن انتقاد الاختيار ولما تنتقد الاختيار فانت لا تنتقد المدرب وانما تنتقد من اختاره ربما انتقادات لوليد صادي لماذا اخترت بيتكوفيتش هذه يمكن تقبلها تختلف معها او تتفق معها يمكن تقبلها تنتقد اختيار الفاف لهذا المدرب لكن من الجنون ان تنتقد مدرب قبل ان يشرع في العمل شوف الضغط الاكبر في نادي لاتسيو محمد اكبر من الجزائر اكبر من الجزائر في ايطاليا محمد المافيا تضغط على المدرب وعلى اللاعبين وتتدخل كثيرا في الفريق لذلك لا مجل المقارنة بين الضغط في إيطاليا والضغط في الجزائر صح لدينا ضغط هنا ضغط جماهيري ولكن لا يقارن مع الضغط في إيطاليا لأن إيطاليا أولا بلد كرة قادم أكثر من الجزائر بكثير إيطاليا حاملت ألقاب أوروبية كثيرة إيطاليا المنتخب حامل لكؤوس العالم من أكثر حملت كؤوس العالم بأربع كؤوس عبر التاريخ بعد البرازيل بخمس كؤوس لذلك متطلبات الكرة الإيطالية سواء على مستوى الأنديا أو على مستوى المنتخب أكبر بكثير من متطلبات الكرة هنا في الجزائر سواء على مستوى الأنديا أو على مستوى المنتخب الوطني الجزائري والدليل هي الأهداف المسطرة في إيطاليا من المستحيل أن تسطر أهداف مثل ربع نهائي سمحني أسترف معك أمين في أوروبا في هذه النقطة نعتقد بأن الضغط في الجزائر أكبر من الضغط في نادي لالاتسيو لعدة اعتبارات و لعدة أسباب أولا في لالاتزيو كم عندك عدد المناصرين في الجزائر كم هو عدد أنصار المنتخم الوطني الجزائر تتحدث عن خمسين مليون مناصر منهم خمسة أو ست ملايين يعيشون في المهجر البقية تعيش في الجزائر لكنك تحتك منهم و تحتك معهم مرة في ثلاث أشهر مرة في الأربع أشهر كل تربص تحتك معهم مرة أو مرتين و أي احتكاك نحن نواصل فقط للفكرة قلتك بأنه عدد الأنصار في الجزائر أكبر من عدد أنصار في لازيو لازيو شحل عنده أنصار عنده مئتين ألف تلثمائة ألف خمسمائة ألف مليون مناصر في إيطاليا جزائر عندك خمسين مليون مناصر الأنصار المنتخب الجزائري متعطشون كثيرا عندهم عقلية الانتصارات يريدون الفوز بالألقاب يريدون الفوز بالمباريات و أيضا الضغط في مباريات المنتخبات أمين أكبر بألف مرة من الضغط في مباريات الأندية حتى لو تعلق الأمر بنهائي دولة أبطال أوروبا صحيح الضغط يكون كبير لكن تخيل اللقاء بين الجزائر ومسا تخيل اللقاء بين الجزائر والمغرب تخيل اللقاء بين الجزائر وتونس خاصة لما تكون لقاءات دالبي الضغط يكون كبير خبير قلتك على أشهر قلتك من حيث عدد الأنصار الجزائر الضغط يكون أكبر من حيث نوعية المباريات نوعية المباريات أو مباريات المنتخبات تكون فيها ضغوطات أكبر بكثير من ضغوطات الأندية شهدنا لعبين يبكون أمين أثناء عزف النشيد الوطني مثلا لعبين متوترين جدا قبل بداية أو انطلاقة مباريات المنتخبات عكس الأندية لأنه في الأخير تطلع تحبط يبقى مجرد نادي لكن اللعب للمنتخب يضع على كاهلك الكثير والكثير والكثير من الضغوط وأخذ أمثلة كثيرة على ذلك الضغوط التي يتعرض لها نايمار في المنتخب البرازيلي ضغوط كبيرة وعظيمة جدا وكذلك الضغوط التي يتعرض لها ميسي في المنتخب الأرجنطي رغم أنه أفضل لعب في العالم ضغوط كبيرة وعظيمة جدا ضغوط التي يتعرض لها كريستيانو رونالدو تراهم في الأندية يسيرون تلك الضغوط في برشلونة أو في باريسان جرما أو في السعود يسير تلك الضغوط لكن في المنتخب وصل الحد بميسي إلى الاعتزال وصل الحد بكريستيانو رونالدو إلى التلاسن مع المدرب والأنصار زيدان تعرف جيدا ماذا وقع له لا أعتقد بأن الضغط الذي يتحدث عنه بيتكوفيتش في لاتزيو لا يشبه تماما الضغط الذي سيعيشه مع المنتخب الوطني الجزائري نزيد لك حتى تدريب المنتخب السويسي وتدريب المنتخب الجزائري الشعب السويسري ومتابعته وشغافي بكرة القدم لا أعتقد أنه يرقى لشغف الشعب الجزائري ومتابعته لكرة القدم لذلك يبقى رأيي شخصي وأنا أعتقد رأيك أمين بيتكوفيتش ربما لا يدري عن الضغوطات الموجودة في إفريقيا ولا عن الضغوطات الموجودة في الجزائري لا أنا مش الضغوطات محمد أنا شاهدت منتخبا يخسر أمام موريطانيا يفشل في حصد نقطة واحدة فقط أمام موريطانيا يفشل في التأهل مع أحسن الثوالث إلى الدور الثاني من كأس أمام إفريقيا للمرة الثانية على التوالي ويفشل في التأهل لكأس العالم يفشل ثلاث مرات في منافسات كبرى وشريحة كبرى من الجماهير تطالب ببقاء الناخب الوطني أين هي الضغوطات محمد؟ لم أشاهد الضغوطات أناية جماهيرية هذا يبقى رأيه محمد لكن في الآخر آمين هذا الضغط الذي نتكلمه عليه الكبير هو من أزاح الناخب الوطني وجعل الفيدرالية تفكر في هذا بيتكوفيتش ومدربين آخرين لأسامة حول الدولة الكلام محمد وأكده له أن الضغط في المنتخب أكثر من النادي لأن النادي كل سمانة عندك مباراة تقدر تغير منحانة يعني الضغط تاعك تقدر تغير منحانة المشكلة تاعك لو خسرت في هذه المباراة تروح مباراة قادمة يعني خارج ديار تفوز بها تعاود تولي تنقص من الضغط يزيد الضغط يزيد الضغط طبيعة الحال لكن في المنتخب في المنتخب ما عندكش مباراة لتعويض عندك كي ما تكلمت أنت عندك مباراة ودية هما تديضات فيفا وعندك مباراة كنت تكلموا عليها مباراة فواصل هما يعني تلعب في ميدانك تلعب خارج ميدانك يعني مباراة مباشرة وهنا رح يزيد الضغط بطبيعة الحال وعندك الضغط أن اللاعبين هذو ما عندهمش الإنسيجام ومعدمش لاحتيكك اليومي لأن الناخب الوطني هنا راهو يعني مربوط بالتواريخ الفيفا تلواريخ الفيفا عندك أربعة أيام خمسة أيام الآن باش تعاون ترجع إنسيجان تعا عدد كبير من اللاعبين الآن المنتخب الوطني اللاعبين كلهم متعارفين هذا شيء جيد مهم بالنسبة لهذا الناخب رح يلقى اللحمة رح يلقى لعبين صح من ناحية الدهنية راهو متأثرين من الإخفاقات اللي كانوا في المنتخب الوطني مع الناخب الوطني السابق هذه الأشياء يعني رح يجاوزهم هذا الناخب لكن هناك عدة أشياء لمحمدنا نوافقه أن الضغط في المنتخب الوطني أكثر من النادي